اشتركوا في القناة يعني ايه مع بعض كده وحدة وحدة تعالوا نحكي مع بعض ايه اللي بيدور في التدريبات بتاعة الزمالك النهاردة اول حاجة الراجل عملها ايه انه قاعد مع ايمن حفني ايمن حفني ايوا اتكلم معاه ومش المرة الاولى دي المرة التالية المرة الاولى كانت بعد الوداد وعمل له برنامج تأهيلي النهاردة بيسأل برنامج التأهيل بتاعه مع عمر المطراوي وكمان بيتكلموا مع مين مع ايمن حفني اذا ايمن حفني هنا فكره من المرة اللي فاتت لكن ايمن حفني غايب هيقدر يستعيده الراجل بيشتغل بمبدأ كل الاوراق اللي معايا تبه جهزة دي ده الفكر ده موضوع بتاعه دي حاجة كويسة ان كل عناصلك تبه جنبك جهزة تحتاجها تلعب بيها على طول وما تستلاش ايمن حفني كتير من الجمهور يحب يشوف ايمن حفني المهم بقى ايمن حفني عاوز يشوف نفسه في الملعب ولا لا هو ده الحكاية اللاعب الموضوع كله في الحقيقة على ان اللاعب واردته سواء ايمن او غيره من لعبة الزمالك عاوزين ايه عاوزين يلعبوا يكتهدوا ويفكروا في اللعب بس وكل اللي برا اللعب وبرى الملعب يتبعدوا عن دماغهم هلال موضوع طيب برضو فريرة عاوز ايه لا ده مش بس عاوز ايه ده بيعمل ايه ده بيوقف التدريب شغال والتأسيمة شغالة يوقف اللعبة ويعدل ويصلح معلم معلم مش معلم معلم بيعلم بيوقف اللعب ازاي ويوقف التدريب عشان يصحح الاخطاء ده على طول يفكرني بايه بحوار دار بينه وبين الكابتن علي جبر سنة 2017 اما كنا مع بعض كنت انا يعني كمتابع وتخطية للمنتقى ومصري في الجابون 2017 وكان بنا حوارات بينها انه شايف ان فريرة كان من افضل المدربين اللي اشتغل معاهم لانه كان كل يوم يعلمهم حاجة يعرفهم حاجة يعلمهم حاجة ويعرفهم حاجة واعتقد ان انتوا برضو سمعتوا من كل اللعيبة كل اللعيبة اللي اشتغلت تحت ايد فريرة الموضوع ده اذا دلوقتي لعيبة الزمالك اللي موجودين هيستفيدوا زي ما زملائهم استفادوا طب يستفيدوا ازاي اول حاجة زي لو انت داخل مدرسة وداخل الفصل بتاعك والحصة بتاعتك تركيز تسمع الكلام تفهمه مش فهمه تسأل مرة واثنين لغاية ما تفهم الراجل بيعملي بقى بيقولك مرة واثنين وكمان يوقف التدريب عشان يعدل كل ده بيقول ان هناك ناتج سوف يظهر مستحيل الناس اللي تقدل عمل وتشتغل ربنا ما يكرمهاش ده بالمنطق على طول كده تشتغل ربنا هيكرمك لايمين ولا شمال فالراجل بيشتغل ومن شاء الله ربنا يكرمه وما يكرمه يبقى كرب جمهور الزمالك ولادي الزمالك ويبقى الفرحة اللي كانت عند جمهور الزمالك برجوع فريرة يبقى عنده بحق لانه بيعيد صياغات كل اللي أنا بطمناه انه اللعيبة بالفعل تعرف ان الكرة في ملعبة وانه الموضوع والظروف كلها في ايديهم عاوزين يروحوا فين عاوزين يروحوا فين ده اول سؤال لازم يسألون نفسهم ترجمة نانسي قنقر